كراريس ممزقة على الأرصفة وكتب مرمية على قريعة الطرقات تداسو بالأقدام هذا مرصدته كاميرا النهار أمام إحدى المؤسسات تربوية بمدينة سوق هراس ظاهرة سلبية استفحلت في سنوات الأخيرة مع نهاية كل موسم دراسي هناك ولي أمر قبل وقت دراستنا كانت الكتب هذه نصح فضوبها قالنا نمدها للأجيلي وراءنا لإخواتنا لولاد عمنا يعني ظاهرة دخيلة ما فهمت كيف أجدت وشي هي ظاهرة دخيلة نشوف في ولايتنا كمكة كراسات يعني رأنا من قد روش لعلم خلاه نحن مذهبين لأولادنا صغره ذم يدوا من ناحية رمزية للكراريسة ذي رأي عندها ناحية رمزية كبيرة ياسر قبراء برروا الظاهرة بالضغط النفسي والحجم السعي الذي أنهك التلاميذ بما جعلهم يعبرون عن ذلك بتصرفات غير معقولة ولا مقبولة موسم دراسي فهنا من ناحية نفسية يعتبر لك نوع من التحر أو نوع من التفريغ الانفعالي للطاقات للمكبوتات التي كان الطفل يحملها وذلك رجع لعدة أسباب منها الحجم السعي للبرامج كذلك الدروس الخصوصية التي كان لها حظ وفير ولإحتواء هذه الظاهرة وتوجيهها إيجابيا لصالح المؤسسة التربية والتلميذ فيجب أن تكون هناك ميكانيزم عمل بين مختلف المؤسسات التربية وجمعيات أولياء التلميذ وأولياء التلميذ في حظ ذاتهم هي ظاهرة التمزيق للقراسات في نهاية سنة دراسية هي ظاهرة غير مقبولة وظاهرة سلبية في المجتمع بنت في السنوات الأخيرة يمكن تكون الانتراقة تاحة كانفراد كعمل منعزل ثم أعرف انتشار كبير تقول في معظم أربع الوطن في بعض الأحيان كانت تمزيق وكانت حتى في بعض الأحيان نلقاو الأساذة يلقاو حتى صعوبة في الخروج مؤسسات في نهاية السنة لكن لما نشوفوا باللي هذه الظاهرة والتي تتعم في كل مستويات أنا الوقت أننا نفتح نقاش في هذا الموضوع ونجد الحلول في هذا الموضوع من خلال جلسات حوار مع الأولياء وقد تمدد حتى إلى مختصين في هذا الجامع مع التلميذ لكن هي على العموم هي ظاهرة سلبية ونتمنوا سنوات المقبلة إن شاء الله نقضي وعليها تكثيف حملات التوعية مع ردع الغير المتجاوبين حلول وجب اللجوء إليها من طرف الأولياء من جهة مع تخفيف البرنامج الدراسي الذي يخفف الضغط على تلميذنا من جهة أخرى